طيب خلينا أحكي لكم قصة كويسة كده مها عبد السلام لعبة أو نجمة أو بطلة بطلة النادي الأهلي ومصر دي مها معنا في الصورة مها دي لعبة غطس كانت لعبة ريو دي جينيرو وتأهلت في الإولمبيات اللي فاتت وتأهلت توكيو كمان مها بتلعب في أمريكا بدور الجماعات طب ما ده حلو وكل ده حلو ولكن الجميل بقى أن مها بحقق أرقام كبيرة جدا وأرقام جمدة جدا في القسم الجنوبي في الولايات المتحدة في الغطس خدت تلات مديليات ذهبية إيه هما في منصة السابتة 10 متر جمعت نقطة 322 نقطة بفارق 61 نقطة عن أقرب واحدة لها وفازت بالمديليات الذهبية طب المديليات الثانية على المنصة المتحركة ارتفاع 10 متر برضو جمعت نقاط 331 نقطة بعد ما تفوقت على بطلة الصين المديليات الثانية المديليات الثالثة بقى الثالثة كانت على المنصة المتحركة من ارتفاع 3 متر جمعت 344 نقطة وخدت بيها الدهب وكل الناس أشادوا بيها طب هتقول لي إيه الحلو في كده الحلو في كده إن كل لعبة العالم في الغطس اللي بيروحوا يشاركوا في الإولمبيات بنسبة كبيرة 60 أو 70% من اللاعبات واللاعبين موجودين في أمريكا في دور الجامعات يعني ده إنديكيشن كويس أو مؤشر جيد إن مها بتتقدم مها عبد السلام هتشارك في توكيو نتمنى لها كل التوفيق يا رب تبقى أول مصرية تحرز ماداليا في الغطس الغطس لعبة صعبة جدا الحركة بتفرق الهمسة بتفرق تجميع نقاط محاولات متكررة تاخد بيها ماداليا نتمنى كل التوفيق ليكي طبعا مها عبد السلام